انا حبيته فقرة العجاين كنتش المرة وايد حبيته عجينة الفطيرة الزعتر فاليوم بسوي معاكم عجينة ثانية نسوي منها خبز عربي الخبز اللي يقدم بالمطاعم لمدور عرفته بنسويه بالبيت بطريقة وايد سهلة ولذيذة شوفوا اول شي طبعا ما رح اكتب المقادير رح اذكرها لكم اثناء الشغل اول شي نحتاج كوب ماي كوب ماي حك كوبين طحين نحط الماي بالعجانة اوكي ونحط الشكر نحتاج قفشة ونص من الشكر طبعا انا استخدم الملاعق المعيارية اوكي ملعقة ونص من الشكر من السكر وملعقة وسط من الخميرة نحط اول شي الخميرة والشكر والماي نخلي الخميرة تتفاعل بعدين نضيف بقية المقادير شغل العجانة بس علشان تذوب الخميرة بالماي مع الشكر شذيه يعني ثواني فقط عشر ثواني بس اتأكد ان الخميرة دابت بالماي مع الشكر بس نترك الخميرة تتفاعل يعني خمس دقايق سبع دقايق عشر دقايق بعدين نضيف بقية الملح شوفوا بنات بعد ما تفاعلت عندي الخميرة اضيف كوبين طحين ونفس الشيء مستخدم الكوب المعياري كوب ماي كوبين طحين بسم الله طحين ابيض واضيف الملح الملح عاد حسب الرغبة كثير ما تبون الخبز مالح ضيفه وانا حطيت تقريبا ملعقة وسط ونبدي نعجل بسم الله نشغل اول شيء على سرعة بطيئة بعدين نزيد السرعة اول شيء ابي لطحين يندمج مع الماي بعدين نزيد السرعة الحين نزيد السرعة شوفوا بعد ما تأكدت ان اللطحين خلاص نخلط بالماي ازيد السرعة نعجنها ماكو وقت معين ثلاث دقايق اربع دقايق كثر ما عجنتيها اكثر كثر ما تعطيش نتيجة افضل بس تشذي العجينة صارت تتينن تشوفون شنسوي الحين نضيف ثلاث ملاعق من الزيت ونفس الشي الملعقة المعيارية اوكي الكوب المعياري والملعقة المعيارية اذا نقدر نسوي العينة بنت الهاشمي بدون عجانة طبعا تقدرون عادي بس يعني اللي عندها عجانة اسهل لاش يطيح حيل كونتا يتعينين يلا نحن نشغلها دقيقة بس يعني الزيت رح يخلي العينة تلم على بعض وتقدرين تشيلينها فدقيقة بس وراح اشيلها عجانة بالعجان بالذات لا تعتمدين على المقادر 100% يشوفوا والحين انا حطيت كوبين طحين بس ممكن الطحين يكون رطب شوية فتحتاجين زيادة يعني انا بالنسبة لي هذه عجانة ما قدر اشكلها والخبز لازم عجانة تقدرين تشكلين نفس عجانة الفطاير فهذه رح ازيدها طحين ممكن يكون الطحين لذي حطت انت بالفريزر شوية رطب فتصير العينة قوامها سائل قوامها شوية سائل اذا كان الطحين رطب فنحتاج عجانة نقدر نشكلها ما نبيها تكون شوية سائلة فالرد مرة ثانية نحط الطحين ونعجل حطيت تقريبا ملعقتين طحين زيادة بعد ما ضفت اربع ملاعق طحين يعني زيادة على الكوبين ضفت اربع ملاعق طحين اوكي نحن العجينة جاهزة اوكي ننقلها الى معون ثاني شوية بنات قوامها شلون هذا المطلوب ننقلها الى معون ثاني وخليها تتخمر نص ساعة ساعة لربع بعدين نخبزها مع بعض طبعا نغطيها مهم تغطونها وتتركونها تتخمر انا مسوي الكمية قليلة لان احنا اليوم مسوين خبز يعني هذا بس حق التصوير يلا نغطيها ونرجع لكم بعد نص ساعة ساعة لربع نقطعها مع بعض ونخبز ها لطفكم اللقطة ترى لحفت العينة شوفوا لازم عشان التخمر معاش بسرعة تحطينها بمكان دافي تلحفينها تسوي لها اجواء تدلعينها عرفته كثر ما تدلعون هتدلعكم تضبط النتيجة بعدين رجعنا حق عجينتنا اللي لحفناها وخليناها تنام تريح خنشوف شنو الاخبار تخمرت تمام الحين نقطعها ونتركها ترتاح مرة ثانية اوكي بعدين نخبزها نفردها ونخبزها شوفوا لا نقطعها اول شي نحتاج صينيا نحط فيها العينة بعد ما نقطعها فش نسوي نحط فيها طحين علشان ما تلزك ان شاء لا تلزك فيها العينة اوكي ونبدأ الحين نقطع العينة باستخدام الزيت نحط شوية زيت تحطين شوية زيت شريه مسحة خفيفة اوكي وتاخذين قطع من العينة ونقعد قطعه تساوية حسب انت يشكبر الخبزة اللي تبينها اوكي ونكورها بهالشكل ونحطها ترتاح نحطها بالصينية اللي حطينا فيها طحين ونخليها ترتاح واحدة ثانية نفس الحجم حاولوا ان يكونوا نفس الحجم علشان يصير الخبز كله حجم واحد نتاوي معاكم واحدة ثالثة نفس الشي ناخذ قطعة من العينة تسمعون صوت القلاي توقعون شنو بنقدم مع الخبز شنو بنقدم الخبز شنو حلو معا يلا يلا خليق توقعاتكم نكورها بهالشكل ونحطها شوي فوق لطحين نتأكد ان تحت هطحين عشان لا تلزق وتأذين بعدين اخلص كل الكمية وارجع لكم قطعت العينة وكورتها الحين خليها ترتاح خمس دقايق 10 دقايق بعدين نفردها بنات مهم جدا بين كل خطوة وخطوة تخلي العينة ترتاح يعني عيناها خليناها ترتاح الحين قطعناها وكورناها نخليها ترتاح بعدين نفردها ونخليها ترتاح بعد مرة ثانية قبل ندخلها الفرن ونبدأ الحين بالمرحلة الممتعة أول شي حق فرد العين نحتاج طحين رح الرش هنا كمية حلوة ونفردها بسم الله طبعا كثر ما تحبون تكون خبزتكم سميكة تخلون العينة سميكة تابونها الخبزة خفيفة تفردون العينة وايد وتخلونها خفيفة انت وتتحكمون بالسمك نفردها بهالشكل وتقدرون تحطون عليها سمسم حبة البركة كيف حطوا الشي اللي تحبون تحبون ما بيفردها وايد تشذي كافي نفس حجم الخبز اللي يقدمونه دايما بالمطاعم طبعا قبل الفرد تحطون عليها السمسم او حبة البركة حين نصور لكم الشلون بعد ما فردناها ننقلها الى صينية الفرن او الصينية اللي بندخلها الفرن ما نحط لا زيت ولا طحين ولا ولا شي ان اساسا العينة فيها طحين فما رح تلزق اوكي ونخليها ترتاح الحين ناخذ قطعة ثانية لنفرض احنا هذي نبيها بحبة البركة والسمسم شنسوي قبل لا نفردها اوكي نحط السمسم علشان يلزق بالعينة يعني هذا السمسم وبحط رشة من حبة البركة وبعدين نفردها رشة من اللطحين عشان اقدر افردها اخلص كل الكمية وارجع لكم وقت الخبز هذه رح تتحول الى خبزة جميلة بعد شوي شوفوا جمال الخبز قبل لا يدخل الفرن شوفوا سويت شاي بحبة البركة شاي بالسمسم وشاي سادة اوكي الحين بعد ما فردنا الخبز نخلي يرتاح عشر دقايق بعدين ندخل فرن حار الفرن تشبونا فوق وتحت لازم يكون الفرن حار عشان تنفش معاكم الخبزة اوكي فندخل فرن حار شابين من فوق ومن تحت يعني ما يطول بنات بسرعة بسرعة يستوي الخبز المهم ان الخبز تنتفش معاك وتغير لونها بس وتكون جاهزة دخلنا الخبز الفرن نسكر الفرن الحين ودقايق وراجعين هلأ أبوي تشوفون الجمال طبعا نغلط افتح الفرن كل شوي بس لان مضطرة بصور وللمفروض ما نفتح الفرن على طول يعني خليها تشدي ثلاثة بعد دقايق يلا بسم الله الجاهزة خلاص نشيلها شوفوا شوفوا جمال الخبز تشوفون هذي بعد خلصت الله الله نشوف هذي بعد يبي لهم شوية هذي خلصت يبوي هذا أحلى خبز عربي جاهز نفس خبز المطاعم وبعد أحلى أهم شي إذا تابعون الخبز ما تصير ناشفة على طول تلفون المعون بنايلون تلفون المهم أن لا تخلونا مكشوف عشان لا تنشوف معاكم الخبز حارة وايد أبي قص الخبز تشوفون من داخل بسم الله وايد حارة شوف احترقة ايدي شوف وجمالها من داخل تشوفون ما فيها عين خبزة خبزة تشوفون تحشونها باللي تحبونها تقدمونها مع فول مع بيض مع اي شي تحبون خيال والطعام ما اقول لكم شي فضيع تسلم ايدي على العشاء الطيب هذا الخبز جاهز ينن 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 جربوا الوصفة وايد بتحبونها قدمنا معا فلافل وبطاط وبديان صراحة اشتهينا نسوي بالخبز هذا صمونا مشكل شرايكم يعني اختيار موفق صح تقدرون تحطون في شورمة تقدرون تحطون في اي حش وتابونها بس احنا اشتهينا نسوي مع فلافل وبطاط وبيديان طريقة الفلافل سويتها معاكم من قبل يمكن قبل سنتين اول الكورونا موجودة بانستغرامي موجودة باليوتيوب واذا تابون عادي احطها لكم باتر اذا تابون اعيدها لكم قولولي اذا تابون اعيدها شرايكم بس بالمنظر الجميل نحن بسوي لأقوى صمونة تمشكل ناخذ اول شي الخبز المسمسمة هذي اللذيذة ونفتش هذي ونحشيها مع بعض نحط اول شي فلافل ونحط بيديان الله جوي جوي واجوائي هذي الاشياء فول بيديان بوديان تقويم لعب فيني لعب الحين عاد شنو البطاط الله قلت بطاط صح اه الحين صرت اذا قلت يعني كلمة صاحق بالتقويم محس انجاز يعني عرفته ذا قلت جملة ما فيها بدليات اوكي بعدها ما لذى وطاب اول شي طحينة وانا حب طحينة تكون اكسترا حط طماط وبقدونس مقدونس على قلة النتفة وطبعا فلفل حار انا لازم بعد الفلفل الحار تكفوا نقولولي منو اقوى انا ولا كناري انا ولا بدر البدور انا ولا وادي الغروب منو اقوى كيفكم ما نعد انا نقرم قرمة الحين نذوق العشة اللذيذ مم ابي هاد ما تنباع بمية هرس هاد تنباع بدينار ونوس الله على اللذة الله خيال احنا انا نذنكم انتعشة ونلتقي باتر ان شاء الله جربوا الوصفة اللذيذة وقلوا لي رايكم ما قلتولي اش رايكم فيني طلعت عصير العنب اللي امس عجبني بالمطعم واليوم موجود ببيتنا ماكو قوية قوية طلعة طلعة افع عليكم بس طلعة طلعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة